تعالوا نشوف ايه مقدرنا مع بعض معايا الاول صدور الرومي بتاعتي وتأكدوا انها متقطعة رفاية زي دي معايا ايه تاني؟ معايا سبانخ جبنا تشادر جبنا موتساريلا جبنا فتة روستو لحمة معايا كمان بصل باودر توم باودر بابريك الوش بتاعه بقى عشان يطلع طريق حلو كده محتاج يبقى معايا معلقتين شربة معلقة سلسة سبع بوهرات ريحان باودر اوكي؟ وطبعا ملح وفلفل تعالوا نشوف ايه؟ هنبتدي نعمل ده ازاي؟ اول حاجة انا محتاجة اتبل الفيلة بتاعي اديك بتاعي زي ما قلت في الوصفة اللي فاتت احنا ممكن نستعمل هنا فيلة او صدور ديك وممكن نستخدم صدور فراخ هاخد صدر او الفيلة اديك بتاعي اهو هتبله اول حاجة بايه؟ بايه؟ اتوم باودر باصل باودر وبابريكا ومعيه كمان ملح فلفل ورشة زيت زتون مش عايزين تستعملوا زيت زتون عايزين تقدروا تستبدلوه بازيت عادي مفيش مشكلة خالص انا كده تابلت ناحية عايزة تابل ناحية تانية او ما تابلهش دي ترجعلكو في الديك اقولكو لا لازم لو انتو بتعملوا فراخ ممكن عادي تفوتوا انتو تابلوا الضهر ويبقى ايه ناحية واحدة بس اللي متابله في الديك انا افضل يبقل اتنين متابلين معيه حلو احط اول خيار ما سمعيكو اهو جبنة سفينخ وهحط دي اكتر حشوة انا بحبها وجبنة فتة وتاخدوا ايه كده تلفوا بقى الرال باي طريقة عايزين معيكو خلى تمسكوها بيها اوكي عايزين تمسكوها كده هي تمسك لانها بتبقى قطع كبيرة عنو ايه نعمل التانية تفتكروا نعمل ايه المرات يخلطها نغير بقى نحط حجم اللي انتوا بتحبوها بتحبو تجيبنا الشادر والموصاريلا نعملها سبايسي شوية دي وإيه رشة زيت الزتون الدريزل أو نقطتين زيت الزتون اللي أنا بحطهم هنا دول بيحفزوا على إن حتة الفيلة بتاعتي ما تنشفش مني فإيه ما تفوتهمش أنا مش هحط زيت تاني وأنا مدخليها الفرن خلاص أنا حطيت مرة واحدة مش هحتاج أحط تاني تعالوا بقى نحط شوية جبنة موصاريلا هحط معيها الروست بيف مثلا أهو هحط عليها جبنة شادر تعالوا بصوا دي معلقة كبيرة مش أكتر لكن ما حطش أربع معالق كبار جوه ده وبقاين يجي غرقوا بجبنة سايحة من فوق وأقول إيه أصلا بحاول أعمل كوردون بلو أو طريقة بروتين صحية لأ ما أنا غرقتها جبنة تغريئة الجبنة دي الناس بتعملها لأهدف التصوير مش لهدف الأكل فأنا ممكن أعمل نفس الحاجة بس إيه بحكمة أحط كميات معقولة تعالوا بقى إيه نحط ناخد من الصلصة دي على الشربة وهاخد من السبع بغارات ومن الريحان ولو ما عندناه شحان ما فيش مشكلة خالص تقدروا تستبدلوه بزعتر أي حاجة عطرية بفرشة هاجي أمشي على وش اديك بتيهايه أنا لو غطيت حاجة وهي دخل الفرن يبقى أنا كده غيرت طريقة التسوير ما بقاش اسمه روستد بقى اسمه مسلوق وبعدين أخد شلنا الغطى فأخد لون لكن طريقة التسوية الروستنج عشان أطلع ده كوردان بلو روستد حلو إن أنا لو هتحطوا فرخة كاملة عايزين تعملولها روستنج ما ينفعش تغطوها فأنا هاخدوا زي ما هو كده وحطوا فيه الفرن والريكو اللي أنا مجهزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة